السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم عن عصافير الروز او البركاديلو او عصافير الحب ليه العصافير ديت لما بتجهز العش ونحط لها الكرينة وتبدأ ان هي تعمل العش بتاعها وتلاقيها رايح جاي عليها ما تلاقيش في بيض وده زي ما احنا شايفين كده في احد التعليقات يعني متابع من متابعين بيسأل يعني ان هو العصافير عنده موفر لهم اليدوء وكل حاجة وهم بنوا العش بتاعهم وقالهم تلات اسابيع بالين العش بتاعهم ولكن رغم كده برضو ما شافش منهم بيض فيعني بيقول ان هو بيبيضوا بعد تكون العش بتاعهم بعدها بقى ديه فانا عايز اقول لك صح ان عصافير الروز عايزة نفس طويل ليه لان هم اي نعم بيكونوا العش وكل حاجة لان هم بيعشقوا العش بيحبوا ان هم يعودوا في العش كتير كده هم الاتنين جوه من غير ما يكون في بيض ولا حاجة هم بيعشقوا البيضة قوي اذا كانت ضكر ولا النتاية وطول ما فيه هم الاتنين مكونين العش بتاعهم تعرف ان هم ان شاء الله هيبيضوا بس امت بقى لما عنقود البيض يكتمل عند النتاية اول ما عنقود البيض بيكتمل عند النتاية وبتبقى جاهزة خلاص للتلقيح من الضكر بيبدأ ان هم الاتنين يجوزوا وبتبدأ ان هيضبيض ولكن الموضوع ده تبص تلاقي ساعات بتبقى مريحة فترة طويلة يعني ممكن تبص تلاقي الروز مريح فترة شهرين ثلاثة خلاص وبعد كده بقى خلاص بيبدأ ان هو يشتغل المواسم كلها على بعض تبص تلاقي خلاص يحصل تزوج ما بين الضكر والانسة ولما بيشتغلوا بيبقى حلوين جدا جدا تبص تلاقي يدوك العش خمس ست بيضات وتلاقي البيض كله بسم الله بيقى ملقح وكل حاجة وبتراعي زغاليلها كويس جدا ان هم حنينين جدا جدا على عيارهم وتلاقي بعد ما بيض خلاص فأس وطلعوا زغاليله وكل حدا بتبدأ ان هيضبيض تاني بتعمل الموضوع ده تلات اربع مرات في السنة وبعد كده بتبدأ ان هي تريح تاني مثلا شهرين ثلاثة فلازم بتعرف ان العصفير دي تأخرها في وضع البيض هو العنقود البيض لسه مش جاهز عند النتاية اول ما بيجهز تبدأ على طول التركيح بينها وبين الضكر ولكن فهي بتجهز بقى العش هي بتبقى دايما كده متجهزة العش والكرينة وعملة دايرة كده ان هي خلاص هتبيض وتحس انت خلاص ان هي هتبيض وتبص تلاقي ما فيش حاجة فلازم ان انت تصبر عليها لان العصفير الروز ديت بتبقى عادة صبر شوية صبر في ان هي وتبيض بتتأخر شوية في وضع البيض كمان في الرؤاد على البيض بترؤد على البيض فترة طويلة قوي غير اي عصفير يعني تبص تلاقي كوكتيل كتير وقاء 21 يوم تمامي من 18 يوم الواحد وعشرين يوم من اول 18 كده يبدأ البيض يفقس انما الروز 24 يوم يقعد رائد على البيض 24 يوم الزبرة 14 يوم البطشي 17 يوم تمام يعني عصفير الروز عصفير جميلة جدا وكل حاجة ولكن بتبقى عايزة صبر شوية عايزة كمان انك انت دايما تهتم بيهم جدا جدا في وضع الاكل في الاكل بتاعهم يعني زي يوم زي الكوكتيل ويمكن اكتر كمان يعني الدكر هنا دايما عايز مخصبات وافضل حاجة بعملها معاهم اللي هو البيض المسلوق والجرجير علشان خاطر لما حد يسأل يقولي يا اين مخصبات اني بديها العصفير عندي علشان خاطر تشتغل البيض المسلوق يا جماعة ده مهم جدا من مرتين لتلات مرات في الاسبوع والجرجير والبرسيم والزنجبيل في المياه وفيه كمان سيلينيوم في سيدرية البشري كنت عامل عنه فيديو قبل كده واعمل لحضراتكم فيديو عنه ووريكم شكل البرشيم عامل ازاي وهو رخيص مش غالي ده برضو ممتاز جدا جدا للدكر بشكركم جدا باتمنى ربكم الفيديو عجب حضراتكم باتمنى من حضراتكم اشارك في القناة تفعيز للجرس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته